السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اهم الدروس في دورتنا المقدمة في العمل الحرم اللي هي المجالات المتاحة او ايه وظيف الشهد اللي بتنطلب اول اكثر شهر عشان طبعا مش هعرف تحصلهم كلهم لان معددهم لا يحصل اي شيء بيتعمل بجهاز الكمبيوتر تقدر تلقي منه توافر على مواقع العمل الحرم بس انا عملتهم بقالية معينة او سيستم معين قسمتهم الاربع اقسام وجوه كل قسم من الاقسام دي هنبدأ نشرح فيه الشيء الخاص بي ان شاء الله اول شيء عندنا تقسيم عندنا البرمجة ثم بعد كده عندنا التصميم ثم عندنا التسويق ثم عندنا الكتابات تمام يعني ايه البرمجة البرمجيات كلها تطبيقات موبايل هنشرح يعني كل واحدة منها الدول التصميمات يعني التسويق الكتابات اعتقد ان المسمى نفسه معبر ايه وزي ما احنا قلنا اي شيء بيتعمل بجهاز الكمبيوتر هتلاقي الوظيفة على مواقع العمل الحرم نبدأ نشرح كده مع بعض رجع نشرح مواقع هناك رجع مشغل هذه المواقع ايه نفهم مع بعض اكتر اللي هدر ايه هدو ايه نشرح مرة كده حدود اول شيء مجال البرمجة مجال البرمجة اللي هو باختصار هتطلع منتج برنامج في انا انا بقسمهم لايه لاربع او خمس اشياء اول حاجة موقع تقدر تطلع موقع او برنامج ده اللي هو الكمبيوتر او تطبيق موبايل تطبيق ماشي او عندنا في موقع وبرنامج او العقب تبرمج العقب تمام المواقع دي المواقع دي نفسها ماشي بتبدأ فيها التسكات ممكن تسكي يبدأ من 10 دولار لغاية ممكن مثلا 10 تلاف دولار تمام يعني ايه يعني انت لو انت لسه بتتعلم اي حاجة من دول تقدر تلاقي لك وشغلنا فيها فيه نازم تبقى عايزة تعديل على صفحة فيه نازم تبقى عايزة تعمل صفحة بسيطة فيه نازم تبقى عايزة انك تعمل لها موقع كامل فهو على حسب السعر فانت اول من تدخل في المجال تبدأ تقدمها تليه في شغله بسيط وشغله عالي كمام البرامج فيه نازم تطلب برامج زي ايه برامج زي سطح المكتب برنامج زي برنامج بيحفظ مثلا زي المخازن برامج الشركات وخلافه يعني طبعا المواقع برضو يعني نرجع لها اي شيء اي شركة لازم عندها موقع ماشي او سيستم كامل ممكن نتعاملها موقع وهكذا طبعا كل واحدة من دول انا فيه سلسلة كاملة عاملها تقريبا ساعة لكل مجال من دول بس بتكلم فيه بالتفصيل الممله بلغات البرامجة كمان لان انت تعرف تعملها بس احنا هنا بنشرح الفكرة العامة ويعني عشان بنعرف الناس لعزمة خلو المجال اي الشغلات اللي موجودة عمل تطبيق تطبيق موبايل تطبيق موبايل للايفون او اندرويد تمام دول المنصطين اللي موجودين بنعمل تطبيقات زي تطبيق زي فيسبوك تويتر انستجرام تطبيق زي تو دو ليست اي تطبيق من التطبيق اللي حب يستخدمها يوميا طبعا دي تطبيقات كبيرة في تطبيقات صغيرة برضو الي بينطبق هنا بينطبق هنا بينطبق هنا بينطبق هنا بينطبق هنا ممكن تلاقي تسك بسيطة خمسة دولار عشرة دولار لغاية مصف مليون دولار زي ما انت عايز فيه في مواقع بيتعمل عليها مسابقات بيبقى فيها المسابقات على الحاجات يعني بتبقى ممكن يوصل سعر الشيء فيها لأكتر من مليون دولار مشكلة لعبة انت بتعمل لعبة تشتغل سواء على اللابتوب على الاجهزة او الموبايلات او الموبايلات او الابتوب او اجهزة البي سي والحاجات دي تمام بس اكتر مجال العام موجود اللي هو مجال الموبايل العقب الموبايل عشان دي بيجي عليها اعلانات رهيبة يعني تقولي بقى انت ايه اللي انت شايف المستقبل على الموضوع ده لو انها لسه واحد جديد وحابب البرمجة انا قلت قبل كده في كذا فيديو ان عشان تختار شيء لازم تبقى حابه على اقل في الاول او مرتاح له باختصار يعني ووجه اتنظر لان المستقبل كله للطبع تطبيقات ماشي مش معنى كده ان ان بحقق لو عايز درس برامج مدرس لو انا حاب مواقع مدرس لأ كلها مهمة بس انا بقول من وجهة نظري ان العالم الام الجيه هتبقى لتطبيقات الموبايل والاي فون تمام نروح بعد كده على جزء التصميم سأجد علي جزء التصميم العميل بيأتي برضو تصميم فيه تصميم صور وفيديوهات وفيه برضو تصميم ألعاب يعني خلنا نشوف الصور وفيديوهات وفيه ألعاب وفيه مواقع وبرامج لنسموها تصميمات برمجية ماشي يعني ايه بقى طبعا تصميم صورة ديزاين بوستر عايز تعمل بوستر عايز تعمل ديزاين لكتاب لمجلة تعمل ديزاين لسكيتش لاي شيء تعمل ديزاين لمسألة لصفحة تمام صفحات تويتر وانستجرام والحاجات دي صفحات السوشال ميديا بعد كده عندنا الفيديوهات الفيديوهات الموشن جرافك فيديوهات التحريك المونتاج بتاع الفيديوهات ازاي تعمل الفيديو زي تسجله زي تحطه على الحركات لما سيدي كلها وظيف ومهمة جدا جدا تمام الالعاب بقى سوري اه تصميمات الالعاب والبرمجة دول مع بعض يعني ايه شوفت اللعبة اللحنا بانبرمجة هنا او التصميم التطبيق او الموقع اللعنجة لازم يتصمم الاول لازم يتصمم كده هيبقى هنا ايكونة كذا وايكونة كذا وهنا هيبقى في الزرار بالشكل الفياني عشان المبرمج لما ياخد يشتغل عليه يبقى عارف هو هيعمل ايه بس المبرمج ما بنعودش نشتغل بروع القلم هتعمل كذا وكذا كان زمن الكلام ترقى عشان الشغل يطلع شكله كويس وكمان التقنية بتاعته ممتازة لازم بنشتغل على التصميم ثم البرمجة تمام دي برضو ايه حاجات التصميم باختصار هتيجي تقول لي يا بها لو لا حابب التصميم انا شايف المستقبل لي ايه انا شخصيا شايف ان المجال ده مرتبط بمجال تسويق الشركات وكده والشركات حاليا بتطلب تصميم فيديوهات بشكل كبير تدخل مجالات زي مجال موشن جرافيك او او الفلاد زي الحاجات اللي هي بتحريك الشخصيات والانتروهات بتاعت المسابقات وكده حتى برضو الافلام بيتعمل لها تأثيرات وجودة فانا شايف ان اكتر مجال للناس بتطلبه حاليا وداخدون عليه هو مجال الفيديو ازاي تشتغل في الفيديو نروح بقى القسم التسويق ان القسم التسويق والترجمة والكتابات او الترجمة تقريبا مربوطين ببعض يعني ايه هنا الاول الناس بتطلب ايه بتطلب انك تسوق موقع او تسوق صفحة صفحة فيسبوك او انستجرام او خلافه او تسوق منتج معين ماشي فانت بتبدأ بقى تشوفها تشتغل على ايه فيه شغل هنا بيطلوب وظيفة اسمها السيو اللي هو ازاي تخلي الموقع بتاع الخدمة دي موقع معين كده تخليه الاول في جوجل من اول نتيج البحث في جوجل ماشي انك تروح صفحة تبدأ تحط فقط تصميمات وتنزل البوستات كل يوم والجيم متابعين والحاجات دي دي برضو حباية بتطلب جدا هنا بقى ده يعني الكتابات والترجمة مطلوبة الترجمة معروفة الناس بتطلب انك تترجم من اللغات كلها موجودة عرب انجليزي فرنساوي الماني اسماني زي ما انت عايز ماشي والكتابات بقى قصد بها ايه المواقع دي فيه مواقع هنا بيطلبوا محررين او الصفحات دي بتنزل فيها مقالات او بتعمل ابحاث وهكذا فبتحتاج ان انت تدرس بعض اساسيات السيو اللي انت بتستخدمها عشان تكتب مقالة بشكل معين يعني فيه اساسيات لكتابة مقالة تساعد الموقع انه يبقى ياخد ياخد وسائل البحث الاولى في جوجل فبالتالي بتدرس شوية سيو اساسياته عشان انت بتكتب المقالة تراعي الحاجات دي فدي برضو من المجالات المطلوبة جدا جدا حاليا كتابة المقالات بس تجي تقول لي هو ايه اللي الناس كتير قوي بتشغل عليه هنا في مجال التسويق او الكتابات هما مع بعض مجال السيو هيحتاج كتير يعني خلاص هو بقى مشهور جدا برضو مجال كتابة المقالة تلا اتنين مع بعض كتابة مقالات السيو يعني مش كتابة ايه مقالات للأسف للناس كتير قوي بتكتب بس هو مجال السيو ده تدرسه من كل التجاهات ونواحيه وطبعا فيه معاك برامض بتقدر تجيبها اللي بدخل اللي يتعمق في المجال ده اه وبيجيب منه مبالغ كبيرة جدا 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 كل اللي انا اتكلمت فيه ده واكتر كمان بتلاقيه موجود متاح على مواقع الفريلانسر ده اقدر تشتغل فيه بس نصيحتي انا بهاء قبل ما تبدأ في اي مجال من ده لازم لازم نبدأ اه تشتغل على نفسك وتدرس الحاجة دي كويس جدا 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 يعني ما تطلبش من العامل فلوس قبل ما انت تبقى قد المسئولية ان هو يديك الفلوس ده تبقى انت عندك المهارة اللي بالفعل تستحق انك تاخد عليها فلوس ان شاء الله يا رب اكون افدتكم انتظروني في المحاضرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته